يعلن بحضراتكم مرة أخرى سب شرافة محمد جمال قبل الفاصل كان قال لنا على اتنين لعيبة وسط ينفعوا ممكن أو أسمائهم بتطرد انه يبقوا بدائل لحمد فتح قال اللي اتنين دول مش هيقنعوا كورلر جدا عشان طريقة لعبة كورلر مشان هما مش كويسين كان محمود حمادة ومحمد غنام أو غنام محمد عفوا قال اللي اتنين التانين بقى اللي هيتكلم عنهم دلوقتي دول غالبا اللي هيقنعوا مرسي كورلر انهما يعوضوا حمد فتح مين الاتنين التانين؟ اتنين لعيبة أبرز اتنين لعيبة في المركز ده في مصر في السنتين الأخرتين الأول اللي هنتكلم عليه الأول هو محمد ريدا بوبو محمد ريدا بوبو بلاعب هقول سعلي صغير السن بأعمارنا احنا بمعدلات دورينا احنا ايو 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 لعيب موليد الالفين عشر نوفمبر الفين لم يتمم عامه الثلاثة وعشرين اثنين وعشرين سنة لعيب تقني بشكل مبهر مسدد قاطع حد جدا في التدخلات مقاوم للضغط صانع للأهداف مسدد جيد مهاري صانع للعب هو لعيب كما يتمنى اي مدير فني في مركز تمني كلام ده طبعا هيرفع سعر اكتر ما هو عالي بس يعني ايه خلينا خلينا نكمل بص يا كريم ارجعتني معلش الاول لقطة خلص بالفيديو بتاعه معلش ارجعتني اول لقطة وبعدين جري الفيديو زمان تعود بص يا كريم وقف هنا وقف هنا بص ده راس مال محمد ريدا بوبو اللي بيعرف يعمله احسن من اي حد في مصر التحرك ما بينه الخطوط التحرك في انصاف المساحات وكل الميزات اللي انا قلتها قبل ما ندخل على اللقطة دي انه بيعرف يعمل الحاجة اللي بيدور عليها دايما كولر هاجم المساحة اتحرك في انصاف المساحات روح في ظهر خط الوسطى عشان يبقى عندك مساحة الرؤية اوسع واعمق محمد ريدا بوبو يساوي كتير يا كريم محمد ريدا بوبو هو اللعيب تقنيا الاعلى داخل الدور المصري في البوزيشن كمل كمل لقطة كمل بقى اللي بعديها كمل كمل فانت هتلاقيه وفي لقطة لما تيجي اللعيب الوحيد الوحيد في مصر اللي بيصنع بكلتا القدمين اكتر اكتر حاجة صعبة انك تعمل الاسست او تصنع اهداف محتاجة حساسية شديدة جدا انت بتحاول طول الوقت ان الكورة بقى فيها حساسية وفيها دقة علشان تروح للمكان اللي انت عايزه علشان تودي المهاجم يجيب جول كمل كمل كل قدامي دي تصويبات رائعة جدا تصويبات كلها من الحركة كانت قبل ابو سكريم هنا الراجل بيعمل الاسست برجل الشمال بمنتقى الدقة الراجل لغمني فيه اتنين مدفعين قافلين عليه زوايا التمرير وقافلين عليه مساحة الرؤية الراجل شايف ومحضر القرار من قبل ما يروح ماشي وهو اصلا مش اشوى لا احنا جايبين مثال لوحدة هو طول الوقت بيصنع برجل اتنين طول الوقت بالقدم اليومنى بالقدم اليسرى الميزة التانية انه عنده مساحة رؤية ممكن بيصنع من التلت التاني والتالت يعني بيصنع في الزحمة ارجع بقى ارجع ارجع عشان دي الوقت مهمة جدا ارجع 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 اللي قبلها اللي قبلها على طول ايوة بص كان بيدور دايما مارسي الكولر على لعيب خط الوسط اللي بيدخل يقطع اللي بيعمل عملية القطع وبيعملها حمد فتح اللي كان اللي اتطور فيها حمد فتح وبقى بيعملها بيعملها رضا ببه بدماغه وبرجله عملها اكتر من مرة جبنا منهم حالتين عشان نفرج الناس دخل عملها بدماغه بص هنا عملية القطع هيخش بعدها هيخش بص 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 كامل فين دخل برضو بيهاجم المساح دايما احسن لعيب يسرق المساحة في مصر احسن لعيب بيدور على المساحة فين ويتحرك مالوش علاقة الفرقة فين هو بيدور على المساحة عشان بيعنده حرية الحركة عشان يقدر يصنع يسجل يسوب محمد رضا بوب يا كريم وقف هنا كمان الميزة الرابعة اللي اتكلمنا عليها في محمد رضا بوبو انه عنده حدة في الالتحامات دايما كله يدور على العيب عنده الحاجتين مقاومة الضغط لما يضغط عليه يعرف يطلع مهاري بيعرف يعدي واحد على واحد النقطة التانية انه عنده حدة في الضغط لما اطلب منه انه يضغط علشان يسترجع الكرة يكون عنده دي محمد رضا بوبو كمان عنده دي كم كم استكتب في رضا بوبو عشان التالي اخلنا اخر حاجة هقول ليه محمد رضا بوبو سعره غالي رغم كل الامكانات اللي احنا بنقولها دي رغم كل الامكانات دايما بصوا بصوا كريم دي البروجريشن لعيب بيقدر يحطوا كرة تحت رجله بيقدر انه في الالتحامات البدنية جيد ويقدر يقطع تلاتين واربعين متر ويعمل باس جيد باس صحيح سواء كان من التاني من التلت التاني او التلت التالت للملعب اخر ميزة اقولها محمد رضا بوبو قبل ما اقول هو ليه غالي ان محمد رضا بوبو يجيد اللعب جدا على الاجناب يقدر انه يعمل عملية التفريغ ويروح يشتغل على الجنب الشمال اكتر من اليمين اللي كان بيحاول احيانا المرسي الكولر بيحاول في الدور ده مع حمدي ما كانش بيجيده اوي حمدي لكن كان بيعمل عملية المساعدة او الدعم ليه عالي معلول ويه الجناح اللي كان بيقفل غالب حسين الشحات بوبو بيعمله بمنتهى الاجادة وزي ما قلت لك عملية الصناعة ليه بقى محمد رضا بوبو في 30 ثانية لعيب غالي وليه فيوتشر بيغالي شوية لان هو شاري محمد رضا بوبو برقم كبير جدا الناس بتغفل ده لانه فيوتشر اشترى محمد رضا بوبو خده الاول اعارة بنية البيع ب6 مليون جنيه من دجلة من دجلة ب6 مليون جنيه وكان ب18 مليون جنيه اعادة البيع في حينه بتوقيته فدفع فيه 24 مليون جنيه لدجلة عشان كده وطلب رقم كبير جدا ومدخل لعيبة في الصفقة عشان كده الامور مش مشي بسهولة لكن طبعا محمد رضا بوبو قريب جدا من النادي الاهلي اذا ما صارت الامور على ما يرم تفاوضي ده اللعب الاول التاني اللعب التاني اللعب الشامل اللعب اللعنده كل حاجة امام عشور امام عشور امام عشور قبل ما يطلع بالدور المصر كان هو افضل لعيب في مركز 8 لما تيجي تشوف كده وحنا بنتكلم هتلاقي بيعمل لعيب بيعرف يعمل كل حاجة كريمة لعيب بيقدر انه لو انت طلبت منه واشتغل في مركز 6 هو قاطع ممتاز للكرات افضل لعيب مقاوم للضغط لانه في الاساس لعب مهاري واساس لعب جناح واشتغل شادو سترايكر في وقت طويل جدا سواء على المحلة او احرص الحدود يقدر يطلع بالكرة تحت الضغط فيه لعيب ضغط عليه لعيب ضغط عليه اثنين ضغط عليه ثلاثة ما عندوش مشكلة وبعد شوية القطات اللي احنا جايبينها لإمام هتلاقي كمان بتتكلم على حدة غير طبيعية مش موجودة في لعيب قدراته الاكتر مهارية في استخلاص الكرة هو موجود في كل حتة في الملعب بيقدر انه يستخلص الكرة ويسترجعها حتى لو كان هو اللي عامل الهجم او حتى لو كان هو اللي بيساهم في التلت الاخير من الملعب فتلاقي انه دايما امام عشور هو لعيب عنده قدرات بيضار على احد انه لعيب الناس كانت بتعيب احيانا بقى على قصة الشخصية وانا هنا تاني مهم جدا اقولها انا هنا لا بقول انه لا هلأ يجيب امام عشور ولا هلأ يجيب بوب ولا هلأ يجيب فلان وانا تيجي ببص على امامك كريم هتلاقي غير انه مصوب جيد مختارك جيد بيشتغل بين الخطوط بشكل ممتاز بيستعيد الكرة بشكل ممتاز وهنا هتلاقي انه هتستغر بنزال لعيب بالمهارة دي ولعيب عنده القدرات المهارية دي في التلت الاخير من الملعب بتاع المنافس انه قادر انه ينتزع دايما الكرة يستعيد الكرة ودايما فيه فرق راس ملها مبنية على استعادة الكرة دي هو لعيب اكثر شمولية يعني لو انا جيت وحبيت اصنى في اللعيبة دي تبقى مبقى لتصنيفي انا او تبقى لرأيي انا تبقى للمهارات اللي انا حطيتها هي دي اوجه التصنيف بالنسبة لي الدفاعية والهجومية بمين انا بتكلم على لعيب شامل مركز 8 بوكس تو بوكس فانا هروح ان امام عشويل لو انا هديره 9 فانا بالنسبة لي بوبو 8.5 قريبين جدا من بعض يزيد شوية امام في الحدة الدفاعية على بوبو لكن قدرات هجومية انا شايف ان الاتنين جدا قريبين من بعض